جوه المستشفى الناس تفجأوا ان فيه صوت طالع من الحمام صوت غريب جدا الناس تلموا اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المحاكمة وارجو من كل بنت مقبلة على الجواز لو اهلك او اهل الولد رفضوا ارجوك بلاش العند بلاش تاخدي الطريق اللي اخدته بطلة قضية النهاردة علشان ينتهي الوضع بيها وباهلها في موقف لا يحسدوا عليه البداية كانت في حمام مستشفى عمومي الناس اتفجأوا ان فيه صوت غريب جاي من الحمام فيه طفل او جنين لسه مولود حالا وست بتقن بيدخل الحمام يتفجأوا بانه فيه بنت عندها 17 سنة بتولد الجنين نزل منها طبعا الحمام كان منظره بشع جدا من اثار الولادة الطبيعية البنت كانت في حالة يرسى ليها المفاجأة ان البنت عملت مع الجنين اللي تولد ومع الحبل السري تصرف غريب جدا طب ايه الحكاية من البداية الحكاية كالتالي البنت بتقول انه من حوالي خمس سنين ربطت بيني وبين شاب علاقة حب احنا الاتنين كنا بنحب بعض حاول يتقدم لي ولكن اهلي رفضوا تفاصيل القصة دي او الحادثة دي حصلت فيه محافظة الجيزة في مصر اهل البنت هي بتقول ان احنا عرب ولينا عادتنا وتقاليدنا اما الولد ده كان ريفي من قرية واحنا عادتنا ان احنا ما بنجوزش بناتنا غير مننا بس اما هو لانه كان من الريف وكان خارج عن اطار العيلة والاهل وابناء العمومة والخالة والعمة طبعا ابويا رفض الجوازة من بابها العناد استمر ما بين البنت وانا في الحقيقة عندي لغزة في القضية دي غريب قوي هي عندها دلوقتي 17 سنة ماكملتش ال 18 سنة بتقول ان انا هو مرتبطين بقصة حب من 5 سنين هو كمان في محاضر الشرطة الرسمية بيقول انه مرتبطين من 5 سنين طيب يعني من 5 سنين كان عندها 12 سنة انتي مرتبطة بقصة حب من وانتي عندك 12 سنة والولد ده تقدملك اكتر من مرة كان عندك 13 سنة طفل عايزة تتجوزي يعني كان عندك 15 سنة عايزة تتجوزي الحقيقة افكار غريبة جدا ولكن ده بالواقع وده اللي حصل خلال الخمس سنوات ارتبطت هي والشاب ده بقصة حب حاول يتقدم لها اكتر من مرة رفض اهلها كانت النتيجة اتفاق شيطاني بالفعل اتفاق خارج عن العادات والتقاليد والاداب والدين وكل حاجة انه طيب اللي عندي فيهم احنا هنتقابل وهنمارس علاقة زوجية كاملة علشان هم رفضونا البنت بتقول في التحقيقات الرسمية في المحاضر الرسمية في الشرطة اتفاقت انا وهو انه ابويا لما يكون برا اخواتي لما يكونوا برا البيت انا باتصل بيه وبيجيلي للبيت لبيت ابويا وبنمارس العلاقة الزوجية كاملة كزوجين الاقوال بتاعت الولد كانت مطابقة لاقوال البنت بالزبط مارستم مع بعض علاقة زوجية ايوة علاقة الازواج كان مرة اكتر من ثلاث مرات في الفترة الاخيرة اخر مرة من امتى كانت من حوالي تسع شهور طيب كنتم اتفاقين انه من بعد ما تمارسوا العلاقة الزوجية العلاقة المحرمة طبعا خارج اطار الزواج انه تخلفوا اطفال لا ما كانش في الحسابات ان احنا نخلف اطفال طيب من بعد العلاقة ما تمت بفترة قالت ان انا لاحظت على نفسي اعراض الحمل بلغت الواد قال لها لا ما تنزديش حمل ولا حاجة كملي وبمنتهى الجرأة والقرار من الاتنين بغاية ما تقربتي ولدي هاخدك وهنروح المستشفى وحتولدي البنت بتقول استمر الحمل والدريت عن اهلي وده بيفكرنا بالفيلم بتاع اسرار البنات كانت ايمة ابو بطولتو ومايا شيحة مع شريف رمزي تقريبا وكان ساوسان بدر وكان فيلم مميز في الحقيقة ونجح في بداية الالفية حاولت تداري موضوع الحمل لغاية ما الحمل اكتمل بالفعل لليوم ده البنت بتقول قلت لمرات ابويا انا تعبانة ومش قادرة وتعالي معايا المستشفى راحت المستشفى حست بقلم شديد جدا قبل ما تكشف دخلت حمام المستشفى بتقول ان انا فجئت بانه في قلم شديد جدا في منطقة الحوض وراس الولد بتنزل كتمت نفسي وقعدت احزق لغاية ما الطفل نزل مني كله لغاية ما الحمام غير قدم اطعت الحبل السري بايدي انا مش عارف القلب ده يعني موضوع صعب شوية اطعت الحبل السري بايدي ولكن سريخ الطفل وسريخي خلى الناس يسمعوني برا الحمام فتحوا الحمام ودخلوا لقوا الطفل نازل مني بالفعل اسعفوا البنت طبعا ودخلوها في الحقيقة القضية دي فيها اشياء متشبكة وفيها تصرفات غير لائقة وتصرفات محرمة شرعا وكمان فيه تعنت من الاهل لانه واضح انه البنت والولد زي ما هي بتقول عندهم رغبة في بعض وعايزين يتجوزوا من بعض الاسباب اللي هي قالتها والولد قالها انه هم ليهم شوية عادات وتقاليد والولد من منطقة ريفية وليه برضو عادات وتقاليد عادات وتقاليد اهل البنت بتمنع انه هم يتجوزوا وانا شايف من وجهة نظري يعني انه مفيش اي سبب من الاسباب يمنع الزواج انه يتم غير انه تكون البنت صغيرة هنقول تمام يكون الولد غير كف إليها هنقول تمام ولكن فكرة انه منطلعش بنتنا غير لابناء العمومة بس هي عادات وتقاليد قديمة شوية اعتقد انه حاليا غير مناسبة تماما في ظل التطور المجتمعي اللي حاصل فيه المجتمع دلوقت ارجو ان احنا نرجع شوية للدين ولو فيه حد جاي لبنتنا شريها وعايزها وشايفين انه بيشتغل ويقدر يفتح بيت والبنت كمان عندها رغبة فيه بلاش نوقف الافكار القديمة بتاعت ما بنطلعش بنتنا برا العيلة ما بنطلعش بنتنا برا ابناء العمومة يعني الموضوع يعني اصبح قديم شوية وغير مناسب للمرحلة اللي احنا عايشين فيها كمان وده مش عذر علشان البنت هي والولد يعملوا العملة بتاعتهم ويعملوا عند فاهلهم ويروحوا هما الاتنين يمرسوا العلاقة الزوجية خارج قطار الزواج علشان حالة عند مع الاهل اتمنى ان الموضوعات الحساسة شوية اللي زي دي يتم علاجها بشكل اكثر حكمة علشان ما يجيش وقت من الوقات ممكن يحصل غضب شديد جدا من الاهل سواء من الطرف ده ومن الطرف ده ويحصل خسائر من الطرفين ما نتمنهاش طبعا لأي حد اتمنى السلامة لمجتمعنا شكرا لحضراتكم وانا منتظر رأي السادة المتابعين في التعليقات دمتم بخير مع السلامة